اجتمع سعادة الدكتور عبدالطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية مع سعادة السيدة إليزابيث تيتشي فيسبيرغر رئيسة مجلس حقوق الإنسان وذلك على هامش اجتماعات الدورة الثالثة والاربعين لمجلس حقوق الإنسان في جنيف وخلال الاجتماع أكد سعادة وزير الخارجية حضرة صاحب الجلالة ملكة مملكة البحرين يولي عناية كبيرة ورعاية خاصة لتعزيز حقوق الإنسان وحماية الحريات والتعاون مع المنظمات المعنية وهو ما أدى إلى تحقيق منجزات كبيرة في هذا المجال وتعزيز مكانة مملكة البحرين على الصعيد الدولي منوها سعادته بجهود مجلس حقوق الإنسان في نشر ثقافة حقوق الإنسان في جميع دول العالم مؤكدا تطلع مملكة البحرين إلى الارتقاء بالتعاون والتنسيق المشترك مع مجلس حقوق الإنسان لمستويات أرحب بما يخدم الأهداف المشتركة من جانبها هنات سعادة السيدة إليزابيث تيتي فيسبيرغر سعادة الدكتور عبداللطيف بالراشد الزياني على نيله الثقة الملكية من لدن حضرة صاحب الجلالة وتعينه وزيرا للخارجية معربة عن أملها بمزيد من التعاون في مجال حقوق الإنسان وتمنية لمملكة البحرين دوام التقدم والازدهار